قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الحرب المستمرة لقرابة ست سنوات وأفاد البرنامج وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع في تغريدة نشرها على موقعه الرسمي في موقع التدوين تويتر إنه يعمل على تقييم المساعدات الغذائية الطارئة من أجل كسر حلقة الجوع والصراع في اليمن وأشار البرنامج إلى أن الأزمة من صنع الإنسان وأن حلها بيد الإنسان أيضا وكانت ذكرت الأمم المتحدة في منتصف عام 2019 أن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم وقالت نحو 80% منهم بحاجة للمساعدة